مرحبا جميعا كيف الحال احنا اليوم عنا محاضرة اضافية من نتاشا شكرا نتاشا انا ونتاشا بنعرف بعض من قبل السوشال ميديا ايام المدونات نتاشا مدونة عريقة وصحفية وكاتبة وعندها خبرة هائلة جدا فاليوم ان شاء الله رح نستفيد منها محضرتنا محاضرة حلوة كتير بعثتلي الملف فانا حاستنى لما نخلص التسجيل وبعدين بنشر التسجيل مع الملف ببوست وبشاركو معكم ان شاء الله ما بدي اضيع وقتها عشان نستفيد من كل لحظة فتفضلي والمايك اليك اوكي مرحبا شكرا كتير خالد انك عزمتني اني احكي للجروب تبعك هلا انا بدي ابلش بدي اشارك معاكم البرزنتيشن اللي عملتها مش عارف اه هيو عم بشتغل مش عارف ما عم بخليني عم بقولي انت عامل لي احنا لساتنا هون فان تعرفي كيف احنا لساتنا هون ها ادواز فايلس ني اوكي شير سكرين بيسيك ديسكتوب وان لاوزوم توشير يو السكرين اوبن سيستم برا جرمسيس هيك عم بقولي اه اه شايفي يشي انا شير سكرين عندي فاتح دائما انبيبيويوزت فالموضوع من عندك وليس من عندي من عندي أعطي الأسفل لتحكم الكمبيوتر Keynote بقدر أحاولي الـ Powerpoint أحاولي الـ Powerpoint بقدر أفتحه حسنا ببعث أسفركم لأنه ما عم بيخلييني تشار أو أعمل بعمله أعمل بعمل بعمله بلت كل ما عم بتخليني عشان no mac لا أعلم خالد الله يكرمك خالد مفروض يوصل لك هلا وصل بالطريق نتاشا هاي على تشات هاي كيف انت تفتحي الشير على الزوم خذي الخطوات موجودة بالصور راح تساعدك هاي عمله ما عم بشتغل مبارش ليش ادده هو لأنه جديد فشكل عاملينه هاي وصل عم بنزل الملأة هلا بفتح أهلاً أهلاً اسمع نتاشا هاي عالب تحكي بمجارة آه انت عم بتقول نأتي whiteboard نعم شكراً خالد مرحبا جميعاً أنا اليوم رح أحكي معاكم الكتاب القصصية أو بالإنجليزية The Art of Storytelling هلا أنا عاملة المترجم بالإنجليزية بس رح أحكي بالعربي لأنه أنا أسهل لي أكتب بالإنجليزي على المعكو هيك رح نبلش المترجم بالإنجليزية الثالث فأول إشي بدي أبلش بدي سلايد 2 بدي أحكي لكم عني مين أنا بالظبط هلا أنا اسمي نتاشا طوال تاينز أنا وردت بعمان أصلي أردنية وصلي عايش بأميركا 17 سنة عندي تقريباً 22 خبرة بالإعلام وبالصحافة وبالكتابة معي ماجستر إعلام من جامعة سيتيونيوريسيتي بلندن وهلا في عندي شركة خاصة اسمها السابير بن ميديا جروب اللي هي إحنا بنعمل ديجيتل ميديا سوشال ميديا وبنفس الوقت أنا كمان مألف كتاب هي عبارة عن رواية بوليسية اسمها They Called Me Wyatt هي بتقع أحداثها بين الأردن وبين أميركا وبنفس الوقت أنا كمان بكتب بعدة جرائد ومجلات بأميركا وبر الأميركا فمثلاً كتبت بالواشنطن بوست كتبت بنتشر ماجازين بل ماجازين اشتغلت كمان بالجزيرة بدوحة قطر سنتين كتب كمان قصة قصيرة طلعت قصص القصيرة بعدة جرائد ومجلات بأميركا في عندي قصة قصة قصيرة اسمها أستاذ علي هاي ربحة ربحة جائزة F. Scott Fitzgerald طبعاً هو مهرجان كتير عريق بأميركا وأنا طبعاً المتحدثة بحكي بكتير بحكي بكتير زي على التلفزيون وببرامج متعددة بأميرك وبر الأميركا فمثلاً أنا هاي البرامج طلعت على برنامج وعى البي بي سي وعى غيرها وبنفس الوقت في عندي كمان بودكاست هذا البرودكاست بركز على القاد العرب والرواد والمفكرين بالعالم العربي والبودكاست هو اسمه إكس باطاك واسمه كمان سوالف مهجر بنعمله بالإنجليزي وبالعرض أوكي السلايد اللي بعدها حسناً حسناً ليش كل واحد لازم يكون كاتب انت كصانع محتوى كتير مهم انك انت تكون كاتب جيد ليش؟ رح تسألي هالسؤال ليش؟ هلأ في عنا هاد أبلش بكوت من كاتب كندي مشهور اسمها مارغرت آتوود تقولك الكتابة هي عبارة عن قوة فهلأ انت لما تكون صانع محتوى جيد لما تعرف تكتب تعرف كيف تبيع المنتجات والخدمات تبعونك كمان بتعرف انه توصل فكرتك للجمهور العالمي الناس بيكتشفوك بيعرفوا بلاقوك بقدروا لقوك بسرعة لما يعرفوا ان انت بتكتب كتير منيح بنفس الوقت انت كمان بتقدر تحصل على مصدر رزق أو إراد معين من طريق الكتابة كمان احنا ما ننسى ان الكتابة كتير مهم مهمة للصحة النفسية إحنا لما تعرف بالعربي إحنا نحكي واحد لما يكتب بفطفض نفس الاشي بالنسبة لها لازم انت تكون ليش لازم تكتب أوكي السلايد اللي بعدها هلا هما إيش أنواع الكتابة هلا في عنا إحنا طبعا الفيكشن رايتنج أو اللي هي الكتابة الروائية في عنا النان فكشن زي مثلا انت بتكتب سيرة حياتية بتكتب مثلا مواضيع أو بتكتب مواضيع تعليمية وغيرها في عندك الكتاب الإخبارية في عندك إذا بتكتب انت مثلا للمسرح أو للتلفزيون أو للفيديو وفي عندك الكتابة على الإنترنت واللي هي أنا بدي ركز على موضوع البلوغ أوكي هلا حكينا عن أنواع الكتابة إحنا عنا أهم إشي بالنسبة للكتابة أنه لازم كيف يكون عندك good writing habits هلا أنا يعني بحسب خبرتي صلي تقريبا عشرين سنة بكتب فعملت كتير أغلاط وهيك بس أنا الhabits اللي كتير ساعدتني اللي هي أنه أكتب كل يوم ما تعد تحكي أنا عم بستنى يوصلني الإلهام وأنا مجعبالي وبدي وما بدي مفيش إذا بدك تكون good writer بدك تنقي وقت معين ويكون عندك تفيق مثلا كل يوم ويكون في عندك عادي معين مثلا كل يوم خلينا نقول من السبعة للصبح للثمانية للصبح بدي أكتب ساعة وهيك أنت بتقوي عضلات الكتاب اللي عندك بعدين فكرة أنا أستنى بالإلهام هاي إحنا بالإنجيزي بسموه همث يعني هاد إشي مش حقيقي أنه هاي دلما نلاقي بالأفلام واحد بيكون وبفيق هيك فجأة بالليل وبصير يكتب أنه نزل عليه الإلهام هذا ما يعني بالحياة العملية ما بزبط أنت يشو أب وبتكتب والأخبار والأفكار بتجيك وأنت عم تكتب فمثلا ستيفن كينك الكاتب المشهور بقول لك إذا أنت بدك تكون كاتب ما بتعد تستنى للإنسبريشن أنت بتروح بتشتغل كيف أنت رائع على الشغل بتروح بتعد وبتبلش الكتابة بعدين كتير مهم أنه يكون في عندك محل تسجل في الأفكار يعني مثلا أنا دائما بحب أطلع أمشي الكلب عندي بره أو مثلا بطلع برقد ودائما فيه عندي كتير بتصير عندي أفكار مثلا أكتب رواية تشيني فكرة أنه كيف بدي أعمل بهاي الشخصية كيف بدي أغير المسار القصة فهاي الأفكار أنا بقدر أتركها وخلص بتطير من عقلي فلازم أنت تعمل سيستم معين أنه رأساً تكتب الفكرة أول ما تخطر على بالك ففي عندنا ديفيد ألن اللي هو عامل مشهور بيسموه GTD أو Getting Things Done في عنده بقولك أنه So your mind is for having ideas not holding them يعني أنت لك عشان يطلع الأفكار مش عشان يحفظها فأنا بستعمل في عند ناس بقدر يستعملوا الApple Notes ناس بستعملوا Google Keep ناس بستعملوا Notion ناس بستعملوا Evernote أنا راح أحكي على Notion بآخر بنهاية البرزنتيشن بس أنه دائما لازم تفكر يكون في عندك طريقة تكابتشر أو أنك تحفظ هاي الأفكار التي يجي عليك طبعا كلنا بنعرف أنه read 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 هاي simple rule أنه إذا أنت بدك تكتب وما بتقرأ انسى الموضوع فبقولك Stephen King إذا if you don't have time to read you don't have time or the tools to write يعني إذا بتحكي لك أنا ما عندي وقت أقرأ إذا أنت ما عندك وقت تكتب يعني هاي معروفة بعدين مهم كتير أنه يكون في عندك editor أو محرر هلا طبعا المحرر مش ضروري يكون حدا أنه professional ممكن يكون صديق أو يكون مثلا زميلك بالعمل لأنه دايما لازم يعني لبعد ما تخلص أنت ما بتلاحظ مرات الأخطاء لأنه أنت بتكون من هيك واندمج بالقصة وما بتلاحظ الأخطاء اللي بتعملها فدايما حاول خدها عادة أنه خلي مثلا حدا يتفرج على المدونة أو المقال قبل ما تنشره هلا ليش أنا بدي أحكي على موضوع في عنا واحد اسمه ساث جودن هو يعني من أكبر الناس اللي بحكوا عن الماركتين وعن الكتاب هلا هذا ساث جودن بقاله تقريبا 17 سنة بكتب بلوغ كل يوم كل يوم بكتب وان بلوغ بوست فكاتب مرة بلوغ بوست اسمه بيك يورسلف اللي إيش قصده بيك يورسلف أنه ما تقعد تستنى إيمت هلا رح تجين الفرصة إيمت الناس رح يتشفوا مواهبي إيمت لا ما تقعد تستنى أنت نقي حالك يعني بلش بلوغ وبلش بلش بلش تكتب ليش الكتير البلوغ أو المدونة كتير مهمة زي ما حكا خالد أنا بقال لي عم بكتب ببلوغ من 2003 يعني بقال لي تقريبا قديش 18 سنة بكتbil بلوغ ليش البلوغ كتير مهم؟ لأنه بتعمل انت البرتفوليو تبعك يعني بتخزن كل المقالات بمحل واحد تقدر المحتوى اللي كتبتها بالبلوغ تقدر إعادة تصنيعه ب disturbed platforms يعني مثلا أنا باخد البلوغ� بعمل منه Twitter thread بعمل منه انستجرام ريل بعمل منه فيسبوك بوست باخده وبحطه على ميديم بحطه على لينكتن فهو البلوغ انا بالنسبة لإليه هو اول ما ابلش اعمل اي محتوى ببلش بالبلوغ ومنه بقسمه الاجزاء مختلفة وبوزنه المحتوى تاعك بكون دايما موجود كل حدا ترفتش عليك بلاقي البلوغ تبعك الناس بلاحظوك وبعدين انت كمان بتقوي عضوات الكتابة لما تتخلي دايما عقلك بطريقة الكتابة اليومية انا بدي احكي لكم انا على خبرتي بالبلوغيج طبعا شايفين انتو على اليمين هاي صورتي بالزاي هيكا سكرينشوت من البلوغ انا جديد اي يعني زبطت الويب سايت طبعتي فانا بلشت بلوغيج بالالفين وثلاثة طبعا الفين وثلاثة طبعا الفين وثلاثة طبعا كان في تويتر ولا كان فيه سوشيال ميديا ولا واتساب ولا هاتف هاي القصص ووقتها اتعرفت انا على خالد من هاد كنا احنا عاملين هيكا شلة البلوغرز الاردنية وكنا دايما نحكي مع بعض فانا بالنسبة لي لما بلشت اعمل بلوغيج وقتها لما كنت عمل بلوغيج انا كنت صحفية بالجزيرة كنت انا عايشة بالدوحة وقتها فبن يعني بالاضافة لشغلي كأني كنت صحفية وبشتغل فتحت البلوغ تبعي وكان اكتر اشي انا عملته لحياتي العملية انا عملت بلوغ ليش ايش صار معي انا بالخلال هاي السبعة عشر سنة اللي بقالي بكتب فيها اول اشي صاروا الناس يلاحظوا كتباتي صاروا يشوفوني صاروا انا عزم اطلع احكي على على تلفزيونات باميركا ومحطات يعني كتير كبيرة فمثلا اكيد كلكم سمعتوا بلاري كينج لايف انا طلعت على لاري كينج لايف تلات مرات كلها يعتم اكتشافوني من طريق البلوغ اجت شركة قلولي شركة قالولي شاف كتباتي عني بكتب عن الدوحة واني ابروها على الدوحة وهيك قالولي بدنا ياك تكتبيني لنا كتاب سياحي دليل سياحي عن الدوحة ودفعولي وكتبت عن الدوحة وهيك بعدين في ناس اجوا عندي شافوا شلي عن بكتبو وطلبوا مني اكتب مقالات بعدة جرايد بعدة محلات بعدين عملتي كتير كونتاكت وكتير فرنز والكونتاكت كانوا مش يعني بس معارف اصدقاء بس هدولا معارف الهلأ انا على اتصال معاهم وبنعمل كتير مشاريع مع بعض فبعض النصائح اذا انتو هلأ بدكم تبلشوا تعملوا بلوغنج اهم اشي بالانجليزي ايش يعني ايش يعني ايش يعني ايش يعني انه لاقي الموضوع معين دك تركز عليه يعني هلذا خالد كان عم بحكي لي عن دعاء انها كتير شاطرة بالطبخ وبالمأكلات مثلا انا بقدر اعمل بلوغنج عن الكوكينج تبس وهدولا دير فبعض كتير كتير الناس بيحبوا هاي البلوغز اللي بتركز على المأكلات وصنع المأكلات والرسيبيز والوصفات هلأ اعرف مين انت الجمهور تبعك يعني مثلا انا بقدر اقول انا جمهوري عادة يكونوا الناس بيحتموا بالاعلام بالكتابة وكمان بأمور الشرق الاوسط بس بنفس الوعد هاي اشي كتير انا مهم داما بحكيه للناس ما تخلي هاد انه يعمل لك شلل بالدماغي يعني ما تعد تحكيه فلان رح يشوف شو بكتب وبصر مين رح شوف رح يكتب رح يحبوني رح يكرهوني إذا رح ضل لك تفكر بهدول الناس ولا عملك تكتب اشي خلاص اعرف مين هم وبص وانساهم وفق وركز انت ايش بدك تكتب ايش بدك تفرغ الهيدلين او العنوان كتير مهم لازم يجذب الانتباه لانه الناس اللي بسموه بالانجليزي يعني ما بيركزوا تركيزهم اقل من هاي سمكة الجولد فش سمكة الجولد فش تركيزها 15 سكنز الانسان هلا تركيزه 10 سكنز فاذا انت ما جذبتهم من اولها انسى الموضوع تالت اشي انه مهم كتير يكون الفقرات قصيرة ويكون في عندك هيك فراغ من الفقرات خصوصي على الانترنت لانه الناس اللي معينها هتتفرج واذا شافت هيك التكست كله فق بعض ما حدا رح يقره رح يفشقه بعدين دايما نخلي انه التكست يكون فيه صور عشان تجذب الانتباه لانه الناس بحبوا يشوفوا الصور كمان هلا مهم تستعمل البولت بوينت هاي نقاط لما تعمل خصوصي يركز انك تعمل مثلا نصائح تعمل تبس كل هاي الاشياء تعملها على بولت بوينت في البلوغز كتير الناس بيحبوا هاي الاشياء بدال ما يلاقوا انه التكست كله يطفوا بعض بعدين مهم كتير انه تعرف ايش هو بما مصدر المعلومة انت عططيها للناس يعني اذا انا عم بحكي عن الكتاب بشكل معين لازم احكي للناس انا مثلا من وين عم بجيب هاي المعلوماتي اذا في عندي مثلا كوت معين من حدا مين حكا ايش اسم الكتاب ايش اللينك لانه خصوصا هلا في عندك الناس بتعرف سمو الفيك نيوز وكل هاي الاشياء كتير كتير مهم انه انت تود الناس لمصدر المعلومة اللي بتجيبها بعدين الكوت اللي هم الاقتباسات كتير مهم انه تحط اقتباسات لان الناس كتير بيحبوا يشوفوا اقتباس بالناس تاني اوكي the next slide هلا ايش هي القصة الجيدة ايش بتكون خصائصها اهم ايش انه انت تكون personal ايش يعني personal يعني انه تبين للناس انه القصة ايش اللي هتدخل فيك يعني مثلا انا قرأت كتاب اوكي وبدي اكتب عنه بلوك بلوك انه حكيت انه كتبت كتاب عن اسمه العادات الذرية او كنت بقدر احكي انه الكتاب بحكي عن هيك او هيك او هيك بس عشان البلوك الناس يهتموا فيه بحكي كيف الكتاب اثر علي انا شخصيتي انا فقلت لهم انه الكتاب ساعدني اني اعمل الرياضة الصباحية كل يوم الكتاب ساعدني هيك فدايما انت بدك تربط القصة باشي بخصك انت شخصيا حاول تجيب تفاصيل يعني مثلا عم تكتب بلوك عنك قابلت شخص معين اوصف الشخص كيف شكله كيف تحرك كيف اوصف المكان اللي انت فيه هلا مهمة كتير تستعمل اشي بالانجليزي بسموه الهوك مش عارفك بترجم بالعربي بس الهوك انه انت رأساني بتجذب الانتباه من اول جملة فمثلا انا كنت عاملة ملخص لكتاب اسمه The Miracle Morning فانا قلت imagine every morning is a Christmas morning how wonderful life will be there هلا باميركا مثلا Christmas morning الصباح الكريسماس كتير بهم عند الولاد اللي صغار لانهم بفيقوا الصبح وبلاقوا الهدايا جاهزين فقبل ما ينام الولد بالليل بضله مش عارف ينام لانه بدي فيق الصبح يشوف الهدايا تبعوله زي اك انه يوم العيد تاني يوم فهو انه تخيل انه كل يوم انت كل يوم مش بس يوم الكريسماس كل يوم انت عندك الصبح هو عبارة عن يوم العيد فلما تحط انت هاي الهوك كل الناس انه واو انه بدي اعرف كيف ممكن هيك انا اعمل حياتي كل يوم تكون عيد بنفس الاشي في اشي بيسموه الاوترو الاوترو هو انت تربط المقال بالاخر بالانترو وتسكر الحلقة يعني مثلا انا كنت كذبة مقال عن انه كيف انا بدي اعمل زي سيث جودن ما بدي اقعد استنى الناس اذا ابعت لهم مقال يطلبوه ما يطلبوه يرفضوه بدي انا تبك مايسلف فكان عنوان المقال تبعي بيك يورسلف فانا نهيته بالاخر ايام بيكينج مايسلف بدك تعمل هاي الحلقة وتنهيها بالاخر تكون زي اكنا حلقة متكاملة اوكي هلا كيف انت بدك تعمل بلوغ هلا في عنا كتير بلاتفورمز مواقع بتعملها بلوغ مجاني في عندك الورد بريس في عندك الويكس في عندك سكوير سبريس هلا صار كتير وضع كتير سهل يعني ويكس بعطيك تمبلت جاهزة بس بتقولهم انا مثلا ارتست انا رايتر انا يما بيكر وبعطوك تمبلت جاهز بس بتعبيها انا شخصيا بحب الورد بريس لانو انا بلشت من كتير زمان اذا انت بدك الورد بريس انا كتير بحبه لانو انا بلشته من انا يعني من قبل 13 سنة وداما بحسنه عليه وبتقدر انه تنزل فيه بيسموه بالانجليزي فيم او انه بتقدر تنزل فيه زي تمبلت معينة مثلا انا بدي تمبلت للرايتن انا بدي تمبلت للباكين تمبلت للهيك واذا انت بدك يكون البلوغ تبعك باسمك فانت لازم تعمل خطوتين لازم تشتري الاسم اللي هو رجستر ادومين ولازم كمان تلاقي هوست الهوست هو المحل اللي بتخزن فيه المعلومات تبعه لك فيعني بيكون مثلا خلينا نقول انا ناتاشا تاينز دوت كوم انا اشتريت الاسم واشتريت الهوست واستعملت الورد بريس عشان يساعدني بالبلوغي بعدين بتسجل وتبلش هاد بتبلش تكتب يعني اوكي هلا نروع على السلايد اللي بعدها هلا لما الهوست when you buy a host بيعطوك الدومين مجاني زي GoDaddy هلا اذا بدك اشتري انا الدومين اللي حاله الاسم حقه عشر دولارات بالسنة بس اذا بدي اشتري الهوست بالسنة بيقول اوكي بيعطيك الدومين مجاني معه عالبيع اه بي GoDaddy لا انا اشتريت اه صح صح انا بي 101 برضو هدول اعطوهم يعني تقدر تلاقي دفلند ديلز يعني عروض مختلفة ممكن العروض يعطوك الدومين مع الهوست بنفس المحل هلا ايش يعني انا بنصحكم وين تروحوا اذا رحبين اتقووا هاي عضلات الكتابة في كتير يعني كتب رائع بهذا الموضوع يعني اهم كتاب لكل نعرف وهو بس بالانجليزي اظن انو كمان مترجم بالعربي هو عن الكتابة اللي كاتبه الكاتب الامريكي المشهور شتيفن كينغ في كل اياتو نصائح عن الكتابة وهم اهم نصائح لان انا حكيت عنها انو دايما لازم تعملها عادة يومية ما تعد تستنى الالهام ولازم تقرأ هاي كتير كتير مهمة في عندك كمان كتاب اسمه رائتينغ داون دا بونز باي واحدة اسمها نتاني جولبرغ وفي عندك كمان مدونين كتير كتير معروفين في عندك جوليان شابيرو في ديفيد بيرل في ديكي بوش هدولة كل بس هدولة مختصين بالكتابة بعض طوكرا صائح كي بالكتابة بس كلهم بكتبوا بالانجليزية بس يعني تقدر ان تتفرج وتشوف كيف ايش بيعملوا عندهم كمان يوتيوب تشانل تقرأت حطو يوتيوب تشانل تقرأت رجمي بالعاري وتسمع لهم بس هدولة يعني كتير بساعدوكم كمان في حطتكم لينك لمقابلة مع سيث غودن سيث غودن مع ديفيد بيرل عاملين مقابلة عن الكتابة وكيف هو بكتب كل يوم هلا نروح على السلايد اللي بعدها هلا فيه هم اشي انا حكيت عنه هو المعنج اسمه النورشن هلا مش احنا حكينا اذا بتتذكروا قبل انا حكيت بفكرة انه كتير مهم انه تكابشر ideas ايش يعني تكابشر ideas يعني احنا قلنا بتكون ماشي مثلا بالشارع بتلاقي بتخطر بالك فكرة اه انا جعبال اليوم اكتب كتاب مثلا بدي اكتب بلوك بوست الخص فيه انه مين اهم اللي بكتبوا على التويتر عن موضوع الكتابة هيك فجأة خطرات البالي بفكرة فرا اصلا انا شو بعمل بطلع التليفون تبعي وعندي الاب تبع عن نوشن وبكتب اوكي انا بلوك بوست عن هيك عشان ما انصر بالضبط ايكابشر the ideas فهلا الحلو بالنوشن انا اذا نكبر هاي الصورة بتشوفوا انه انا كتير بس تعملوا لكل اشي بدي اياه مش بس للسوشال ميديا مثلا شفت هون انا بساعدني بعمل سوشال ميديا كالندر اذا بتتفرجوا اذا نكبر الصورة بتلاحظوا انا حاطت هون ايش الفكرة بدي اعملها ايش الاشياء اللي scheduled للسوشال ميديا كالندر تبعتي ايش الاشياء اللي published يعني بتتفرجوا على الايديا بتلاحظوا مثلا انا عندي فكرة كنت ماشية او عن بجل الجلع او خطرت بالي فكرة اوكي بدي اعمل تويتر عن تويتر ثريد عن النيوز لترز اللي انا بشتركة فيهم اللي داما بتابعهم بحطها ايديا بعدين بحط كل هذا العشمال حاطت فيه كل الايديا استبعوني بعدين بعد ما خلصتها اذا لما تفتحوا مثلا على كل هاي البلوك تدخل جوا بتقدر تكتب كمان الايديا جواته جوا هذا البلوك بتحط فيه معلومات زيادة كمان بعدين كتبت الموضوع بزيحه من الايديا لسكتجول اوكي انا بدي احطه بالكالندر تبعتي وبدي اياه يطلع مثلا يوم التنين وبفتح الكالندر في فيو بفرجيكم كيف انو تقدروا يوم التنين بدي احط تيكتوك يوم التلاتة بدي احط يوتيوب يوم الأربعة بدي احط انستجرام بعدين بعد ما اخلص وانشره بنقله فهاي مثلا واحد من الطرق بعدين اذا تتفرجوا على الشمال انا عاملي تاسكس ماستر لست حاطة كل التاسكس اللي بدي اياهم حاطة كيف انا بدي اعمل انظم حياتي المالية عاملي البودكاست تبعي برضو عامل المشروع تفتح بطلع لك صفحة كل الموضوع اللي بدي اياها موضوع بدي اعملها هاي عن البودكاست مع مين بدي احكي مع مين بدي اشوي وراح تستغربوا انه هادا كل ياتو ببلاش مجاني ما بتدفع ولا تعريفة هلا انا استعملت البرو عشان انا عم بحط فيديوز جوه وعم بسيب الفيديو فيه بس ما في داعي اصلنا البرو كل ياتو هادا بمجاني والحلو بالموضوع انه في كتير ناس بعملوا هم تمبلت وانت بتاخد التمبلت منهم وتحط ايش ما بدك فيه هلا مثلا انا كمان عم بعمل مشروع وعم بعمل تي شيرت شوب خاص بالبودكاست تبعي بحكي للناس اذا بدكم انتو تدعموا البودكاست تبعي بتقدروا تشتروا تي شيرت فانا عم بشتغل مع ديزاينر وعم نعمل تي شيرت برضو كل ياتو عميتو كل ياتو بنفس المحل هو بالنوشن فانا النظمة كل حياتي بالنوشن سواء انها المهمات اليومية سواء انها الكالندر او رزنامة السوشال ميديا سواء هي الافكار اللي بتجيني بالكتابة سواء هو مع مين كل هاي الاشياء انا عم بستعملهم بهذا الاب اللي هو اسمه نوشن ونوشن تقدر تلاقيه على التليفون على الايباد على الكمبيوتر على على الاندرويد على الايو اس كلياتهم موجود فبنقدر مسلا طبعا هون انا هلا حطيتكم بتوصلوني اذا في عندكم اسئلة اذا بتقدر خالد تفتح من عندك نوشن دوت كوم نفرجيهم اياه بسرعة شوف اذا انا بقدر تشير برضو على الرابط على الرابط اوكي خلينا افتح بس الداونلود اللي بدي عملوا الداونلود على نسخة الماك او الويندوز اوكي هلا انا بقدر بعملوا لوج ان من هون شايفيني؟ شايفين السكرين ولا لا؟ مون شايفين السكرين اوكي اوكي شو خوي شير عندك هلا من عندك انا طفيت الشير اوكي اوكي انت عندك شكله ومانع الشير ما بعرف ليش اوكي 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 اشتركوا في القناة بدي افرجيكم هاي التمبلت هاي رائعة جداً شايف عالشمال بتنقي ايش ما بدكم يعني مثلاً task list على اليمين شايف بتنقي ايش التمبلت يعني مثلاً انت بدك تعمل اشي تركز على education مثلاً خلينا نقول بدك تعمل education اكمس على هاي الفوق education نقي اي تمبلت بدك اياها هو بكون مجهز لك اياها تكمس على تمبلت مرة تانية خالد عالشمال هون راح شوي اضبط وراح تمبلت هاي هرون نقي ايش ايش بدك موضوع انت مسلاً بدك يا goals travel planner في عندك بلوك بول كله موجود اوكي مثلاً هات خلي قول انت goals طلع هادو 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 البورد بيسموه الكانبان بورد هادا الاجيل هادا ايش داماً بيش تعملو ال project managers بس طلع كيف نثبط لك كل اشي to do doing done فمثلاً هادا وان انت تقدر تسايفه وتحط عليه ايش ما بدك اه مثلاً في عندك تمبلت هون block post تتفرج على اليمين اكبس discard او حط block post هادا مثلاً بيساعدك كيف انه تسايف البلوك بوست وانه تحطه تسايف كل البلوك بوستات كل ال ideas فيه مثلاً اشي weekly agenda فيه اشي personal home مثلاً شوف هال personal home احسنها هاي انا بحبه كتير personal home مثلاً personal home ايش بدك مثلاً recipes اكبس على كل واحدة فيهم مثلاً اكبس عليها بدخلك عليها جوه فكل حياتك بتتزبط عن طريق ال notion فطبعاً هو ال notion بدك شوية تتعود عليه فانا بنصحكم بتتفرجوا على youtube channel لواحد اسمه توماس فرانك توماس فرانك مخصص youtube channel بعلمك كيف تستعمل النوشن كيف نوشن بقدر تغير كل حياتك فيعني انا زي ما قلتلكم بالنشبه لكل شغلي لاني عندي مشاريع كتير وعندي full time job وعندي ثلاثة ولاد وهيك فكل حياتي عم تتزبط لانه عندي طريقة زي ما احنا حكيين لما بدك تكتب to capture the ideas اللي هي تخزن المعلومات بمحل واحد ترتب الافكار تعمل كالندر تحط فيها وين بدك تنشر اي وقت فعشان هيك لازم تلاقيلك سيستم معين اشوفت ناس كاتبين تريلو وفي ناس كانوا ممكن يستعملوا اسانة انا جربتهم كلهم بالصراح انا جربت اسانة وانا كنت ادفع بالشهر سبعين دولار للاسانة لانه انا كان عندي شركتي واستعملت تريلو واستعملت بيس كامب واستعملت افرنوت واستعملت كل ياتهم انا جربتهم وكنت ادفع لهم بس هلا انا نوشن اللي هلا انا عم بقولكم هو احسن واحد فيهم كل ياتهم بس هو الفرق بناتهم انا بدك شوي انت تعمله وكستمايزيشن يعني بدك شوي تتعلم كيف انه تضبطه على الطريقة اللي انت بتحبها فيعني انا نصيحتي انت اذا بدك تكتب وتمارس عادة الكتابة كل يوم وتحطها بخارك وترتبها تستعمل النوشن فهاي كانت يعني البرزنتيشن لليوم اذا حدا حاب يسألني اسئلة انا هي اما وجودة استعدى اجاوب اي سؤال عندكم اياه شكرا شكرا نتاشا طيب هلا احنا يعني كان ممتاز وحكتينا عن الكتابة واللي حاب يبدأ بتعلم مهارة الكتابة مثلا انه احنا كلنا بنكتب ولكن مهارة الكتابة كاشي بروفيشنال ناخدها للمستوى الاعلى بدها شوي ديديكيشن عالي صح سؤالي لالك هلا فلو اوب كوشن احكينا شوي عن تجربتك ببوبليشنج كتاب فاذا واحد عنده حابب يكتب كتاب ايش الخيارات المتاحة من خلال مثلا دار نشر او من خلال نشر ذاتي وايش الفرق بينهم وكيف ممكن واحد مثلا باش بسيط يعني اذا قارنيها بدول عربية او بين العربي وبين انجليزي اوكي اذا هلا انا نشرت كتاب قبل سنتين كان مقولنه عبارة عن قصة غلوسية هلا نشر بامريكا المتحكمين بالنشر الكبار هم خمسة هم بيسموهم The Big Five اللي هم هدول جماعة Random House و Penguin كلهم معرفين هدول ال Big Five هلا هدول كتير 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 صعب انه انت كاتب يعني اذا انت مش ستيفن كينغ او ماركرد اتوود او هدول انهم يعني يهتموا فيك وحتى وما بتقدر انت تروح عندهم ما بتروح انت عنده خالد لحالك او نتاشا مع اني عني خبرة عشرين ساني لازم يكون في عندك ايجنت واجنت هذا الاجنت لما تلاقي ايجنت هاي قصة طويلة كمان بتعود عشرين سنتين يبعتوا بيتشنج للايجنت ويا ايجنت وبصر شوفين وبعدين هدول الخمسة كلهم بنيويورك وعندهم their own scenes وكلهم بروحوا على مدارسهم على اللي بيشتغل بمجلة وهيك وكلهم بيعرفوا بعض فيعني كتير صعب انك تدخل بهذا المجال فايش الحل التاني يعني ممكن الناس بتحضز معاهم اوكي ممكن الناس فجأة واحد يكتشفهم بس هذا انت مستعد تستنى كل هاي السنين ممكن تزبط معك ممكن ما تزبط معك الحل التاني بتروح على small publishers اللي هم اللي مش ال big five اللي بيكونوا مثلا تابعين لجامعة معينة او مثلا بيكون independent publisher بيكونوا مثلا خمس اشخاص عملوهم publishing house وهي انا i published by small publisher المشكلة اللي انا كان عنده حتى اول واحد ما اتفقنا فغيرت مع another publisher تاني وهنا الكتاب موجود على امازون بس المشكلة انه small publisher لانه ما معاهم مصاري طبعا احنا ما نكتب مش عشان الارادات المالية احنا منحب الكتابة بس ايش البسير بسير يقولو لك انو انت ما بتعمل اي اي ام انا قعد خمس سنين بقت البقتار ما بتطلع ولا تعريفة من الكتاب غير لما احنا to cover our course لما احنا اي ام انا نطلع من الكتاب كل دفعنا من الطباعة من التحرير وهيك فانا اول إذا او اوك ما في مشكلة فانا صل Media أنت religions and subsystems كتابي نفسه عم بنباع على إيباي بفتح على إيباي الناس عم بيبيعوه بطلعو مصاري وهيك وانا عم بتفرج على الإيباي والناس عم بيشتروا كتابي وبودوه ببيعوه واللي ببيعوه بعشرين دولار و هاي انا تعريفة حمرة ما غصن لي وحتى يعني اذا هلأ انا I want the rights back تبعوني من البوبليشر رح ادفع له يعني بقول له اوك بدي I want the rights back to the have صفيت انا ايش صفيت انا عم بدفع مصاري لعقلي عم بدفع حق المثل يعني مصيد يعني فانا ايش قررت هالمرة عندي قصة ثانية جاهزة ام قانا سلف بوبليش رح اعمل انا رح انشر لحالي هلأ زمان بالأيامات الناس بيحكوا انو السلف بوبليشنج ما كان عندو هيبتو زي ما هلأ هلأ السلف بوبليشنج عندك الكتاب الكتير كبار هلأ تسمع عسميهم في كتير منهم بلشوا سلف بوبليشنج وزي ما بقولنا ساث جودن انو بيك يورسلف انو انا اي دي صارت تو بيك مايسلف ام قانا سلف بوبليش فانا كتبت الكتاب خلصتو عا بدي اعين حدا يحرر ليه لانو زي ما احنا احكيين لازم تلاقي اداتر او محرر بدي طبعا محرر بأخذ منك كتير بس انا في واحدة صاحبتي اتفقت انا وياها هي راح تزبط ليها بعدين في بتروع على امازون نسموه الكي دي بي هلأ بتقدر انت تروع على اي حدا بقدر او ريو على الكي دي بي بلاش بتحط الكتاب بيو فورماتد وبستعزم تعمل كوفر فانا ما عندي وقت اعود قبلاش بالكي دي بي تبع امازون لانو الامازون بدك تضبط الفورمات ولازم تشتري اس بي ان من شركة تانية او عشان مش امازون يكون عنده الحقوق تبعه بنصحوك انو اشتري من محل تاني ما تشتري من امازون فقصة ففي واحدة انا بعرفها تعرفت عليها عن اوبورك اشتغلت معاها مع كلاينت قبل هلا انا حكيت معاها اول مبارح قلت لها خلاص اتفقنا هي رح بس عم بستنى المحرر تخلص تحرير الكتاب الكفر جاهز عندي كفر بتقدر ان اتعين حدا يعمل لك ديزاين الكتاب وخلاص وبدي انشره بصفة انا اللي دافعتوش يعني كله على بعضه بيكون 1000 دولار اقل من 1000 دولار يعني حتى اقل شو قرر اكتمن بانا اللي حسبته كله على بعضه بيطلع 800 دولار اللي دفعته من جيبتي وخلاص وبحطه وهلا الراس بيشير يقولك بس انت الماركتنج والماركتنج بس انا الماركتنج لعبتي يعني عندي كتير فولوورز وبعلم ماركتنج انا اصلا ما بحتاج البابلشر يعمل لي ماركتنج حتى هدولا السمول البابلشرز تتفرج الفولوورز تبعونهم 5000 و2000 يعني انا بس ابعت ايميل لخالد خالد بيحمل لي ماركتنج لمية 1000 وخلاص يعني خالد لحاله اكبر من اي بوبليشر مثلا فاحنا صفينا ما بنحتاج هدول البابلشرز هلا وصلنا لمرحلة انو احنا لحالنا منقدر فهلا انا عندي اول مرة بدي اجرب اعمل وانا بعرف خالد كمان انت عملت كتابك كمان بسبب بوبليشر بعرف كمان كاتب اردني فادي زغموت كتابه ابرو كشتبان ما لقى بوبليشر بالعالم العربي ناشر ياخده فراح هو نزلوا عن طريق جملون وباع كتير وبعد ما باعو اجلى عنده بوبليشر وطلب انهم ناشر ينشر الكتاب فانا بنصحكم ما تستنوا ما تستنوا يعني تعلموا مني وتعلموا من اغلاطي هلا العالم كبير تقدر تعمل لحالك نزل لكتابك وبيعوا ماركت وبعدين والناس هم رح يجوا لعندك ما تستنى زي ما ما تستنى الناس هم يكتشفوك انت اكتشف حالك هلا الكي دي بي يعني بي دي اف لا كي دي بي كي دي بي كيندل ديركت بوبليشن تستاند فور كيندل ديركت بوبليشن هلا هي هو الكندل ديركت بوبليشن هو ال البوبليشن ارم اوف امازون يعني هو قسم النشر ب قسم النشر بشركة امازون فبتسجل فيه بتجهز لهم المانسكروبت بيكون جاهز وهم ببعتو لك اياه بسموه بوبليش اون ديماند يعني هلا انا بدي اشتري الكتاب بس بتروح انت هلا انت ما بتعرفش انت مش فارق معك بوبليشن اون ديماند ولا اي اشي ازي انت بتشتري الكتاب بتروح على امازون بتدفع العشرة دولار خلاص امازون بيشوف وباخدوه هم بدي بوبليشن بمطابع امازون بيبعتو لك اياه هلا السموال بوبليشن معظمهم عم بستعملوا كي دي بي يعني انا هلا البوبليشن المقع معه هو عم بستعمل امازون فشو بدي فيه اصلا دعم السموال بوبليشن ايش استفدت يعني ما انه ماركتينج وعشان هو عمللي ديزاين الكفر والتحين طب هتكله انا بقدر اعمله فهاي هي الفكرة فبالكي دي بي وطبعا بيرشور لك اياه بي على الكندل بنشر لك اياه على كمان الكندل باميركا كوبو بكندا بنشر لك اياه برينت كل انواع كل يعني انواع النشر بيعملها اياه على امازون طيب اذا في حدا هون فعلا هاد بالانجليزي مش بالعربي صح اا اوكي بالعربي اصلا دفعن ستوري لانه كنو صعب ما بياخدو الكي دي بي ولا اشي زي هيك ما شعرت ما باخدو العربي الكي دي بي في اشي في اشي غريب بالموضوع بس جملون باخدها في عندكم في يعني في ناس يعني انا هذا صديقي فادي بجملون نزلوا ايثين اا اا جملون انا جملون انا نشرت مع جملون برضو هم اكتر ناس جبت من عندهم فلوس حققت اكتر مبيعات مع جملون اا وعندهم كمان خدمة جديدة انه print on demand يعني مش لازم يكون مطبوع خلص تنشر عندهم لما حدا يسوي order هم بيطبعو بهديك اللحظة عندهم هاي اللي برينترز يشتروها صح وباخدو نصف خمسين بالمية صح سوالي للك انه في شخص متعان خلني حكي انا معندي كتاب وبيدي اسوي اصوب سلو بوبليشنج فبيدي الاجراءات تبعت امازون اي تو z انه يحط على امازون يسوي له كفر عل كالي بي وجهز لي يحط حسابي وينشره خلاص يحكي لهي هاي انا شويت لك في شخص بيعمل هاي البروستيجر كله أنا هاي هاي هي اللي أنا عينتها اسمها تريشا أنا لقيتها عن طريق أبورك اللي هم تعرف الأبورك وهي هي مهاضة تخصصها هي تخصصها بتأخذ المانسكريبت هي ما بتحرر هي مش محرر بتأخذ المانسكريبت بتضبطه بتضبط الكفر حتى إذا بدك تزان حتى عندها ويبسايت عاملة باكيجر يعني مثلا إذا بدك إياه بس على الكندل إذا بدك إياه إذا بدك إياه مع كفر إذا بدك إياه وعندها كلاينت سم عبا وتورحت عندها أنا راح عندها لأنه أنا حكيت ما عنديش وقت قاعد قبلش بهاي القصص ومثان ما شو 200 دولار ما أخذ مني إشي ممتازيط ولا إشي يعني بالنسبة مرنها لأمريكا بأخذوا 200 دولار على الساعة هاي ما أخذوا كله على بعضه 200 دولار بس تأخذ الماسكريبت وتضبطه وتنزلي إياه يعني أنا يعني أنا مع يعني عن جد ما فكت أني بابلشر ما بحتاجه ما عم بحتاجه هلا بهلا بس أنا بدي أجرب بدي أشوف بدي أقارن لسمول بابلشر كيف صار والبابلشر اللي أنا سير في بابلشين كيف راح يصير فإذا ضبطت معي سير في بابلشين خلاص ما منحتاج العالم تغير العالم تغير مئة بالمئة أوكي مين عنده سؤال مين حاب يدخل في مجال الكتابة أو حاب يتعلم هذه الهواية الجديدة وصير ينزل تدوينات أو يعمل سيناريو أو يكتب كتابة ممكن أسأل؟ يعم مرحبا نتاشا أنا اسمي محمد صحفي من رمالله مرحبا أهلا أهلا محمد سؤالي هو مش عن صناعة المحتوى بل عن طريقة عرض المحتوى هل بتعتقد أنه ما زال النص المكتوب قادر على جذب المتلقين؟ أنا بلاحظ مؤخراً بآخر خمس سنوات بحكم شغلي مع وكالة أنباء دولية ووسيلة إعلام محلية الناس صارت تتميل أكتر بتحب تشوف ما بتحب تقرأ يعني كلما زاد عدد الحواس أثناء تلقي المحتوى كلما كان ذلك أفضل للمتلقي نفسه فهل بتوافق هذا الشيء أو لا؟ يعني بعبارة أخرى هل أعمل أنا مدونة أو مادة صحفية خاطرة قصة أياً كان مكتوبة من 300 كلمة ولا أصيغها بـ 70 كلمة أضعها على إنفوغراف على سبيل المثال أو على تشارت أو على محتوى تفاعلي أياً كان على سبيل المثال في إحدى الوظائف بالماجستير خلال الفصل الماضي طلب مننا نعمل قصة وقصة يعني أخذت مني بحدود الـ 2500 كلمة بنفس الوقت الصوت؟ الصوت راح؟ آه صوت راح هلأ سمعنا سمعينك آه طلب مني في برنامج الماجستير أعمل مادة صحفية طلعط معي 2500 كلمة وأنت بتعرفش يعني 2500 كلمة بمادة صحفية رئيس التحرير نفسه مش فاضي يقرأ الـ 2500 كلمة طلب مني أني أنا أعملها بمحتوى بصري هايها على تشات أوكي بدي لو سمحت تشوفوها وحضرتك تشوفيها أيهما أفضل أنا أخليها مكتوبة أنا أخليها مكتوبة ولا أضعها بهذا القالب شكرا شكرا محمد هذا السؤال كتير مهم عزيلا إذا تتذكر أنا ما حكيت لك أنه هلا الـ attention span إيش الـ attention span بالعرب هي درجة التركيز آه درجة التركيز بالإنسان كتير هلا قليلة لأنه دائما كل شيء على الموبايل والتركيز هلا كتير على الملتي ميديا وعلى الـ visual assets فأول إشي كل هاي الأشياء صح بس إذا أنت ما بتعرف تكتب منيح ما حدا أصلا رح يتفرج على الفيديو حتى الفيديو تبعك لما تعمل هذا الفيديو الصغير تبعك لازم أنه أنت يكون في عندك كل ما بعد الكتابة لازم تكون موجودة حتى بالفيديو في هذا الشخص المعين أنا بعرف يعني هو شوي شخص بثير الجدل اللي هو اسمه هذا ناسيم ناس ديلي نسيت شو اسمه أنا نصير ناس ديلي نصير نصير اه إذا انت بحتوا للفيديو استبعونه دائما دائما بيستعمل مبادئ الكتاب بيبلش بالهوك أنه دائما بيجذبك من أول كلمة بعدين بيفرجيك الـ problem بعدين بيفرجيك الـ solution بعدين بعمل call to action بعدين برجع الـ outro بعدين برجع برجعك للآخر هاي كلها هاي المبادئ الكتاب لازم تستعملها بأي طريقة استخدمتها سواء كانت فيديو أو سواء كانت بلوغ أو سواء كانت لازم تعرف تكتب هلا هلا عم تقول لي أنت كاتب ألفين كلمة هلا في مجال اللي بيسموه long form في ناس طبعا كل محل إلو محل مثلا في ناس بيحبوا يعدوا بقروا مقال ألفين كلمة إذن موضوع كتير يعني مهتمين فيه طبعا طبيعة الناس اللي حرقوا ألفين كلمة بيختلفوا عن طبيعة الناس اللي عم بيتفرجوا على الفيديو هم هو هم بالباس طبعا فطبعا بدهم يكونوا مثلا يا ناس بيعملوا أبحاث أو بيعلموا أو طبعا طبيعة الناس بتختلف بس هل معناه أنه إحنا ما نكتب لا لأن الناس لسه بتقرأ بس هلا إذا إنت بدك تنشره هذا على الانترنت أنا بنصحك أو على الطريق مدونة ما تنزله ألفين كلمة لأنه ما أحد رح يقرأ ألفين كلمة على الانترنت خصوصا فأنا اللي بنصحك بثلا هذا سيث جودن حكيت لك عنه بكتب بلوغ كل يوم ثلاث أربع فقرات ولهلا البلوغ تبعونه يعني كلاسيكس كل ما أقرأ كتاب بلاقوا الناس بيحكوا سيث جودن حكي هيك سيث جودن حكي هيك بس هو لسه بكتب بس هم زي ما قلنا عم بعمل ثلاث أربع فقرات عم بفرقهم بيحط فراغ بناتهم وعم بنزله بس هلا بدك أنت تعرف وين المحل اللي ممكن يأخذ ألفين كلمة أو أو إذا فيه داعي لألفين كلمة فممكن أنتوا تستعمل ألفين كلمة بجريدة مثلا نيويورك هدول مثلا يستعملوا مقالات طويلة أو الأتلانتيك ماجزين بأميركا هدول هدول الناس اللي بيكونوا أول شي مشتركين فيهم بيكونوا عادة من الناس اللي اللي الدخل تبعهم عالي لأنهم مستعدين يدفعوا الاشتراك لمجلات وبكون مستوى التعليم تبعهم عالي لأنهم مستعدين يعدوا يقروا ألفين كلمة باليوم بموضوع بهمهم فبدك أنت تعرف مين الأوديس إذا الأودينس تبعك أنه أي حدا مشتعد يقه ألفين كلمة لا بدك تعرف مين هم المجتمع اللي بتابعك أو الجمهور تبعك تمام شكرا هذا تعاني عنده أي سؤال؟ بتنمه الفرصة فرصة هذه ذهبية منتصر رفع إيدا لا عمر آه عمر فضل السلام عليكم أعطيك العافية وشكرا يعني معلومات كتير قيمة وفي شغلات يعني بصراحة يعني أول ما أنا بتبطلي عليها الصراحة السؤال الصغير هلأ حاليا الهدف من المدونة أن يكون أنت تكتبي المقال بعدين تبعطي روابط على السوشيال ميديا وتنزليها بأكثر من السوشيال ميديا إذا أنت عندك بس أنا حساب على إذا هذا اللي فهمته صحيح؟ صحيح بس أنا أتنزل بس رابط لحاله يعني هي كنت أعمل من أولها مو رح يزبط مو رح يزبط فأنا إش أعمل صرت أخذ المدونة نفسها وأعملها ثريد على تويتر هاي كتير كتير عم بتجيب لي ناس لأنه قبل كنت شو كنت أعمل أول ما بلشت زمان أنه مثلاً فأنا قمت بتجيب لي بلوك بوست وحط لينك ما حدا رح يكمس ما حد فاضل لهاي الوصص فخد أهم إشي بالمدونة تبعتك لخصها وحطها بالسوشيال ميديا يعني ممكن زي ما احنا قلنا إعادة تصنيع الخد المدونة خد أهم إشي فيها واعملها مثلاً او اعملها ثريد على تويتر بعد ما تخلص الثريد انقل الناس للبلوك بوست تبعك يعني إذا بدك تقرأ معلومات تانية روح على البلوك بوست بس ما بس تحطها وتقول لقى مثلاً هاي آخر مقال أنا قمت بتنشره هاي الرابط ما مو رح يزبط بدك اتلخصها بطريقة تجذب الانتباه زي ما حكى محمد أنه خد المعلومات واعملهم إنفوغرافيك اللي كتبتها بالمدونة خد المعلومات واعملها ريل اعملها كارسل على الإنستجرام اعملها تويتر ثريد اعملها ميديم بوست ارجع يعني هاي أنا بس البلوك الواحد بعملي كونت محتوى لمدة أسبوع وبحطه على الكالندر تبعتي باخد البلوك بعمل منه تيك توك فيديو بعمل منه إستجرام يعني كتير بفتح لك أبواب أنه بعمل لك محتوى جاهز بيوفر عليك وقت أتنصحي بالطريقة المعاكسة بمعنى أني أنا أنزل بكل يعني السوشال ميديا الطريقة اللي خاصة فيه وبعدين أنا بعتبر المدونة عندي عبارة عن خلاص أرشيف في نسبة إلي هل في دعيني أعمل نشر إلها واشتغل عليها يعني بيصير تعمل أرشيف بس بيصفي أنه الناس رح يجوا على المدونة أو لا إذا كانت بس أرشيف للسوشال ميديا يعني أنا اللي اللي عم بلاحظه يعني ليش فكرك هلا الناس عم بشتركوا أكتر بالنيوزلترز كتير فيه نيوزلترز لأنه الناس حاس السوشال ميديا هيك صارت كتير ميمعة صارت دوش 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 وجع راس ففي ناس بتحب كمان تقعد هيك وتقرأ وتلاقي لهيك موضوع مهم تقعد تقرأ بدون دوشة الانترنت هذه لها اسم نتاشا أسف على المقاطعة ضبابية معلوماتية صار من كثر ما في ضخ داتا فصار قدام عيوننا ضباب بالضبط هلا أنا بدك أدخل على البلوغ تبعك وترجع توديني مرة تانية على إنستجرام يعني هيك عجقة شوي حلو واحد أنه يكون أنه تعطي نوع محتوى مختلف يعني كمان واحد حلو أنه يغير نوع المحتوى يعني أنا جاعي على ويب سايت مش عشان عجلت السوشال ميديا لو أنا بدي سوشال ميديا كنت بضلي على إنستجرام بس أنا بروع على البلوغ يعني أنا بفتح البلوغ عادة أو المواقع مش على التليفون بكون على الكمبيوتر معي فنجان قهوة بقعد هيك بفهم بأخذ ملاحظات فيعني فيه يعني الطريقة اللي إحنا بنستهلك المعلومات بتختلف وعشان هيك أنت بدك تغير طريقة نشر المعلومات بناءً على الموقع وكيف طريقة استهلاك الناس لهذا المحتوى المعين شكلك يعطيك ألف مهم منتصر؟ آآ عندي سؤال شكراً موضوع شايف وحلو story telling على كتابة خالد سألت سؤال مين بيحب الكتابة أنا لو سألتنا سؤال أه بحب الكتابة أنا اكتشفت درست بعدما تخرج جديد من الـ MBA اكتشفت أني بحب كثير كتابة مستعد أكثر ساعات طويلة بالقراءة والكتابة يعني ممكن إن موضوع بحبه ممكن عشر ساعات أضل حتى أخلص المقال المطلوب السؤالة فالواحد بعده بيبي في الكتابة مقارنة مع الكتاب مقارنة مع الكتابة ومع غيرهم فكيف الواحد يشوف هل هذا المجال ممكن يجيب دخل هل الموجدي؟ أعتقد أحسن شي الواحد شو كنت فيه قره ومعلم ويمشي معه هاد سؤال مهم هلا بالنسبة للكتابة كتابة كل الكتاب بعرفوا أنه انت ما يعني مش صعب كتير أنه يكون دخلك الوحيد أنه تطلعوا عن طريق الكتابة هاي ما يعني إلا إذا كنت من الكتاب الكبار زي مثلا جي كي رولين بتاعت هالي بوتر أو ستيفن كينغ أو هادول اللي بيكونوا المليونية بس أنه أنت تنشر الكتاب وأنه تعيش من الكتاب كتير كتير صعب فأنا بالنسبة لي الدخل بيجي من الكتابة بيسموه بالإنجليزي side hustle أو هو الدخل الجانبي فبتعرف أن الحياة هلا صعبة وهيك ودائما إحنا بنحتاج دخل جانبي عشان أنه واحد يوصل لمرحلة من الحرية المالية بالمستقبل فأنه حلو الواحد يكون فيه عنده دخل جانبي فالكتابة كتير يعني أنا بالنسبة لي كيف بقدر أجيب أنا بكتب لجرائد أو لمجلات أو لمسلا هلا عندي مقال طالع يوم الثلاثة مع جريدة العربي الجديد اللي هي New Arab اللي هم they're based in London طبعا أنا بقدر أعملكم مشروع محاضرة كاملة عني بسموها pitching كيف توصل له هدول الجرايط كيف أنهم هات فأنا رحت عندهم وقلت لهم أنا عندي فكرة أنه بدي أكتب عن ال Arab content creators سامعني؟ آه مسموع آه بدي أكتب عن ال Arab content creators فأعملت قلت لهم أنا عم بلاحظ أنه بالعالم العالم وحتى حكيتنا خاد الموضوع قلت له أنا خاد الكثير عم بلاحظ فيه Very good Arab content creators وعندهم ألاف المتابعين فعم بلاحظت هاي الظاهرة فروحت عند الأديتر تبعت هاي الجريدة وقلت له هيك 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 عندي هاي الفكرة قلت لي منترس أكتبيها وبدفعهم ميح يعني في ناس حسب كل محل في ناس بدفعهم مثلا 200 300 400 على حسب المقال الواحد فيعني فهاي الشيء بتقدر أنت تطلعها بس أنت كيف توصل لهاي المرحلة لأنهم يقبلوا منك بدلك هو بسموه The Art of Pitching اللي هو كيف تكتب الفكرة اللي يقبلها المحرر بي الجريدة وكيف أنت تقابل الناس وكيف تكتب المقال بطريقة صحة فيها حتى يقبلوها فهلا لأنه العالم بعد الكورونا حتى قبل الكورونا بأي محل بالعالم بتقدر تكتب فمثلا أنا على Notion إذا انتبهتم على Notion حط إشي اسمه Pitching Ideas كل الأفكار بدي أحطها حط كل ال Contact Info لمحررين الجريدة اللي بكتب لهم بعرف مثلا هاي مسؤولة عن صفحة الثقافة هذا مسؤول عن الصفحة السياسية هاي مسؤول عن الصفحة بكونوا مجهزيتهم كل ما تخطروا ببالي فكرة بكتبها على Notion أو على التليفون بسرعة برجع على البيت بفكر بالPitch اللي بدي أكتبها للإديتر تبع هاي الصفحة وببعث له إيها طبعا انت لازم تبني علاقات معهم يعني ومش كل الأفكار بتنقبل يعني الرفض هاد انت ككاتب Rejection يعني هذا الرفض معروف يا ما رفضوني ويا ما في مقال كتبته أكش هم طلبوا مني قبل فترة طلبوا مني هم أجوا لعندي وقالوا تكتبي لنا مقال عن الvaccination بين الفرق بين اللي أخذوا اللقاح بين الفلسطينية والإسرائيلية هم أجوا عندي وقالوا لنا عملين لنا مقاوم يعني محمد يعني أكيد تعرف هالقصة وحكيت مع مصطفى برغوتي وحكيت مع كل حدا يعني وحكيت مع كمان ناشط إسرائيلي وحكيت مع ناس فلسطيني وحكيت مع دكاتر وحكيت مع ألف كلمة مضبط مرتب ممتاز بعدتلها لأدى تركيفت علي قالتلي ممتاز طيب رجعوا علي بعي ثلاثة أيام قالوا لي مورح النزلة لا مشيش مع سياسة المؤسسة لا مشيش مع سياسة المؤسسة مع أني أنا كنت حاولت أني أكون كتير بلانس ونيوتر بس رفضوه بالآخر أو ندفع لك لأني كنت اشتغلت عليه بس ما نزلوه يعني هاي رقود مش بس الموضيع السياسية في كتير إشياء بتنرفض يعني بعضتلهم لناس قلتلهم بدي أكتب عن مدرسة الروابي قالوا لي لأ أو في ناس ما بيجاوبوا يعني بدك دائما تتحاوف يعني هيك أنا مقول له pick yourself في عندي هاد البتشن يعني بس بنفس الوقت ما بدهمش ياخدوه مع السلامة عندي البلوك تبعي بنزل بعتني لحبر أنا لحبر لا ما بعت لحبر أنا بتحكيه رائع جداً وفي شغلة اسمها هلا الكرياتر إيكانومي اه اقتصاد المنتجين خصوصاً الديجتال كرياترز فأنت عم تحكي من ناحية إخبارية وشهة رائعة جداً أدوين ومقالات وإخبارية بس برضو اللي بيبدأ بمهارة عادة الكتابة بشكل يومي وبسقل هاي العادي عنده وبصيد يكتب في مواضيع متخصصة في إلها ماركت بلايس في إلها السوق ففي مثلاً في ستارت أب بالإمارات اسمه أريد مثلاً أريد هو عبارة عن كتاب عرب بكل المجالات فأنا مثلاً بروح هناك بحكي بدي حدا يكتب لي أو يترجم لي أو بسوي في كله هناك موجودين وبعتولي الأسعار تبعتهم وبشوف التقييمات وبختار منهم اتنين ممكن أنا مثلاً أتخصص أني أنا شاطر مثلاً لأنه هلأ الكتابة فيه كتابة إبداعية وفيه كتابة كمان تقنية إذا تكون مثلاً إلا دخل بالأسي أو والجوجل سيرتش والشغلة زي هذه فالشاطر اللي بيمزج التنين مع بعض أني عنده كتابة إبداعية وعارف كيف يخليها أسي أو فريندلي فهون بدخل بإيش بموضوع اليوتيوب بدخل بموضوع اللينكتين بروفايل فأممكن أحكي مثلاً أنا بقدم خدمة أنه أنا ممكن أعيد صياغة حسابك على اللينكتين بطريقة تجيب لك الهدف تبعك اللي هو يبحث عن موضيفة أو شريك أو كده فالكتابة تنشق لأكثر من الشغلة بس هي البداية أني كيف أنا أبدأ العادة اليومية بأسقل هذه العادة وأصير أنميها شوي شوي بعدين فيها بصير تخصص أنا بدأ أدخل لكتابة مقالات للجرايد مدونات أدخل بشغلات رقمية وكله إليه سوءه وخصوصاً بالعربي ما فيه كتاب عرب زي ما فيه كتاب إنجليزي لأن المحتوى الإنجليزي منتشر بشكل كبير المحتوى العربي كإنتاج مش منتشر كاستهلاك منتشر ففيه سوء الموضوع هذا فيه سوء اللي بده واللي حططيهم جوليان مثلاً شخص رائع جداً الوبصايت تبعه عبارة عن كتب مش مش ووبصايت بحكي لك أنا ما بأمن بنشر الكتب أنا بسوي مدونة وبنشرها للي بده بس ففيه سوء كتير إثار كان عندك سؤال نفعت إيدك مرتين وإحنا يعني آسف أصدنا معك بس كانت تقريباً نفس الأسئلة اللي سألوها قبل شوي هلأ بس أنا اللي كنت بدي أحكيه إنه أنا كنت أدون من 2007 لل 2012 أيام مدونات مكتوب وبعدين انقطعت على الكتابة تماماً يعني حتى الكتابة بمواقع أو كذا حتى مع الصحابة قطعت تماماً 2012 لهلأ فعم بحاول أني أجهز حالي أني أرجع للتدوين بس عم بحس الموضوع فيه صعوبة لأنه فعلياً أنا حتى القراءة يعني أنا لاحظت هي فعلياً دائماً نذبة مثل ما حكيتي نتاشا أنه يقرأ حتى القراءة أنا قطعتها إلي أكثر من ثلاث سنين فحاس الموضوع صعب علي ومش عارفة كيف ممكن عن جد أشد الناس وأنا قاطع الكتابة وقاطع حتى القراءة للكتب عمرك سمعت بإشي اسمه الإمبوستر سندروم هاد بسموه أنه الناس بصير أنه بفكروا بعائلهم أنه كيف أنا بقدر أعمل هيك الناس رح يفكروا أنه أنا مش شاطراء يفكر بسموه هذا بسموه الإمبوستر سندروم أنا شو بفهمني بالكتاب عشان أكتب هيك بصير واحد عقله هيك يحكي فيه بشكل بحاله وهذا الكل بعاني منه فأنا بقول ليك بدك تحاولي أنه أنت وعقلك تقضي على الإمبوستر سندروم أول إشي لما بدك أنت كمان لما تعملي ماركتنج لحالك بدك تحكي أنه أنا من 2012 وأنا بكتب وإنت أصلا عم تكتب من 2012 هذا أول إشي بطريقة الماركتنج ثاني إشي بدك زي ما قلنا خلص قولي بفيق الصبح بكتب بسا بقرأ عشرين دقيقة فبنفس الوقت هاي بدك أنت هي يعني أنا بحس في كتير إشي العوامل النفسية كيف عائلنا بلعب علينا هيك اللعيب فبدك أنت هاد اللي بعقلك الأصوات بعقلك بدك تزحيها بدك تقولي أنا بكتب أنا بقالي أبنى 2012 بكتب أنا رح الكتابة هي عبارة عن تدريب كيف عم تدربي لماراثون بدك تبلشك بدك كل يوم رح تتحسني الكتابة يعني الموهبة عبارة عن عشرة بالمية بتأثر بس الباقي كله عبارة عن تدريب وعن روتين وتعلمي حالك بس ما تعدت مثلا ما تعدت تحكي أنا من الشاطرة أو أنا من الشيكسبير وهذا كله ياتوا ما رح يطعمي بس موهرات مكتسبة هادي بزرق بزرق بدي بيقولك أنه تحاولي أن تتغلبي على الإمبوستر سندروم تمام شكرا كتير وبتمنى يكون كمان في لقاءات تانية معك نتاشا هاينا عم بحاول يبا نتاشا بدنا بدنا المحاضرة تانية عن البتشنغ كيف نسوي بتشنغ إذا ممكن وتعطينا شوية رودماب مثلا إن السي أنا بدي أبدأ من زيرو وبدي أصيل أكتب إما مقالات أو تبيتشت لجرايد أو مثلا أكتب بموضوع مضخص فعطينا زي رودماب واحد ونركز على البتشنغ فبتحكي مثلا أوكي فشو رايك؟ او طبعا أنا أنا يعني أنا ايبتش ونس اويك فهذا هذا لحاله محاضرة كهدي بس أنا أي إشي بيطلب مني خالد خالد على راسي خالد أنا خالد أنا هايز ماي منتر يعني هو الكوتش تبعي كتير كتير ساعدني خالد يعني انتو كتير محظوظين أنه انتو خالد هو الكوتش تبعكم خلص تقبريش راسنا دعاء دعاء عندك رفعت يدك عندك سؤال كنت بدي أسأل هلأ مثلا أنا كعندي محتواي بالطبخ بأشياء وكتير ناس بكتبوا وصفات وكتير ناس بحطوا شغلات عن الأكل هاي الأصص هلأ أنا لما أجي بدي أدون أو أبلش في كتابة ايش المحتوى اللي لازم أفوت فيه علشان أكون أنا مبدع أوكي هلأ صح أنه انت فيه راس كتير فيه طبخات وهيك بس هلأ انت بديك تحاولي تفرجيها بطريقة تجذب الناس لإليك هلأ وممكن إيش تعملي ممكن تبلشي لو أنا محلك ببلش الطبخات اللي عندي اللي أوريدي حطيتها على الويبسايت بتفرج عليهم وبحاول أعمل إنستجرام ريز أو تيك تاك هلأ تيك تاك على بالمجال الطبخي كتير 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 كبير ونفس الإشي إنستجرامي بس تيك تاك هلأ كتير كبير بمجال الطبخ فلما تحطي بالتك تاك وتحطي مثلا من واحد من وصفاتك الموجودة على البلوك تبعك أعملتي تيك تاك عليه مثلا أنا عم بلاقي ناش بهم Shawn هلا تيك تاك 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 ت initiated one minutes أنو One minute تعملي فيديو سريعها بسرعة هيك محمص أو belie شي prosperous بس تكتعمليه بطريقة مع ميوزيك وهيك النقطة على دمك خفيف على هيك وتفرجي انتي تفرجي على الناس تانين شو عم بيعملوا والناس لما يشوفوه رح تلقائيا رح يتجهوا للبلوغ تبعك عشان ياخده وكمان ما تنسي النيوزلتر هلا النيوزلتر هاي كتير مهمة لانه الناس بتحب تشترك لما انتي لما تكتبي الناس بيشتركوا برجعوا مرتاني للبلوغ تبعك فهاي هي الطريقة انه تجذب الناس للبلوغ انك تستخدمي الانستغرام بيل والتيك توك للطبخ هذا بنصح لي مية بالمية وحسب مي بتقرري دعاء مين الجمهوري بدكي اياه فمثلا اذا بتحكي انا بدي بس الجمهوري الاردني ولا بلاد الشام ولا العرب غير لما تحكي انا بدي الجمهوري العالمي فمثلا ممكن تحكي انا بدي كل واحد مهتم بالاكل الشرقي مش مهم وين موجود هذا مهم اتحددي من اولها لانه من هاي التحديد من الهدف الجمهوري المستهدف تريد بتحكي انه انا اوكي بس تخدم الايميل ماركتنج لانه هو اشي عالمي مش كتير عندنا ولكن عالمي بيزبط بس عندنا مش هلقدي كتير فحسب جوابك للسؤال مين الجمهوري بدي استهدفه عندي بالبلد اقليم ولا عالمي فممكن تحكي انا بدي اي حدا في العالم اللي بديه اكل شرقي بدي استهدفه معناته بتروح بالنصائح العالمية الممتازة جدا وتشتغل ببلدان بامريكا والاوروبا بشكل اكبر بكتير من الدول العربية احنا تعرفين انا مراش ايميل ولا للأسف يعني دول العربية كلها على الواتس ااب هلا بس تقدر تعمل على الواتس ااب كمان يوز لتر في موجود مية بالمية في واحد مرة بعتلي كتالوج كامل لمنتجات على مسويها على الواتس ااب بطريقة رائعة جدا هلا انا عندي الواتس ااب بزنس تقدر تعمل في كتير شغلات اخر سؤال من منتصر تفضل بدنا نشكر نتاشا على المعلومات هاي فانا سويت فولو على اللينكتن في مكان معين بتحب نسوي فولو او لايك او اشي وبرضو نضلنا عتصار اذا في عنا اسئلية اه يعني اي وقت ابعتولي على اللينكتن او ابعتولي على الانستجرام على تويتر انا اكتر اشي بستعمله انستجرام هلا حاليا اكتر اشي بستعمله انستجرام لانه انا حاس انه انستجرام كتير له مجال عم بكبر وخصوصا لصناع المحتوى الانستجرامي كتير يعني بحسه اكتر محل بوزيتر يعني تدخل على تويتر كلها تتهاوش و بتصرخ على بعض الفيسبوك كلها بتشبح شوف و شوف ما ولينكتن هو بس خصوصي للشغل فانا شخصيا كتير بحس انه انستجرام هو بالنسبة لي هو اللي عم بلاقي منه كتير لينكتن عم بستعمله الصراحة صرت استعمل البلوغينج بلاتفورم تبع انستجرام تاع لينكتن نفسه فأي كابي بنسخ اللي حطيته انا على البلوغ تبعي على الوردبرس بنسخه كله وبحطه على البلوغينج بلاتفورم تبع اللينكتن فعم بعمل دوبلكت وعم بجيني كتير من اللينكتن برضه فهاي طريقة تانية تقدر كما تصنى موضوع الربوربسينج مهم جدا يعني بدي احكيلك عن طول فيه طول زي عندك مثلا مدونة كتاب محتوى نصي فالطول هاده بتيجي وبتقرأ Voice over المحتوى النصي تبعك باكتر من صوت فممكن تستخدميه بطريقة professional حلوة من خلال طول مع الAI ببعتلك ايها انا عم مسجل الفيديو من تيك توك سموير ببعتلك ايها وتيك توك كمان بايداوي فيه AI بتقدر تيك توك بدال ما انت تحكي صوتك بتكتب التكست بتطلع صور واحدة ست بتحكي استعملته نفسه هلا الAI بي مش معقود فيه شغلات الAI اشي رهيب رهيب يعني يعني انا هاي سيري لحالها كل اشي بكون بالمطبخ بتذكر ما في عندنا بيض بدول ما اكبس اشي بقولها سيري حطيلي وعامني reminder على الاب اسمه grocery بقول حطيلي على اللائحة اني اتذكر اني اشتري بيض فمروح على هاي بتكون سيري قاتبيت للقائمة حتى Notion يمكن Command Notion فيا سيري اه كل اشي كل اشي حلو بNotion كل اشي مربوط ببعضه فانا مثلا مربوط جوجل درايف مثلا عام البودجتينج وهيك مربوط كله بNotion كله رابطته بNotion كل اشي مربوط ببعض جميل نتاشا شكرا كتير استمتعنا عن صح بالمحتوى تبعك وحابين نشوفك مرة تانية رح نتفق انا وياك على وقت تاني تعطينا الرودماب لـ becoming a writer زائد how to pitch نركز عليها اكتر شي وشكرا جميعا ونراكم غدا بكرا في عنا محاضرة مهمة جدا بايداوي بكرا محضرين لكم محاضرة كيف التصويق من خلال المشاعر بكرا التصويق من خلال المشاعر عشان نعرف اي نوع من المحتوى شو بطلع نتيجة فاذا انا بدي الناس يسوي تعليقات ايش لازم المشاعر اعطيهم اياها اذا بديهم يسوي لايك ايش نوع المشاعر لازم اعطيهم اياها فبكرا الموضوع زخم شوية فنراكم غدا ان شاء الله تصبح على خير شكرا كتير بليز دلكم مع اتصال شكرا bye bye useless they are and 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 شكرا